بودكاست ريهاميات أنا ريهام جرجور مرحبا يا رب تكونوا بخير كلمستمعات ومستمعي بودكاست ريهاميات من وين ما عم تتابعونا حول العالم عم نبتدي النص التاني من سنة 2023 وموعد صدور حلقة اليوم رقم 142 هي تاني حلقة في الموسم الثامن من بودكاست ريهاميات منكون هلأ خلصنا نص السنة مين متخيل ومين مصدق انه ايجا الصيف وانه كمان وصلنا لنص الصيف تقريبا طيب كيف عم تقضوا الصيفية او بالاحرى كيف ولادكن عم يقضوا الصيف أنا بالنسبة لقلي من لما بودكاست ريهاميات اخد البريك يلي ما بين الموسم السابع والثامن كان الهدف من البريك هو الراحة وتجديد النشاط والتخطيط للموسم الجديد لكن يلي صار اني كنت عم اطلع من مشكلة ادخل بلي بعدها كانت حلقات الموسم السابع عن ثلاثية ترميم اصلاح صيانه للنفسية والعلاقات من خلال علبة الادوات النفسية والتربوية وبعدين اجا زلزال سوريا وتركيا وحكيت عن الاسعافات الاولية النفسية بعد تروم الزلزال فبشجعكن انه تسمعوا كل حلقات الموسم السابع لو في حلقة لسه ما سمعتوه ولو فيكن حدا لسه ما نمتابع حساب انستغرام تبع بودكاست ريهاميات بشجعكن تعملوا فولو على حساب ريهاميات حتى توصلكم كل الريلز والستوريز يلي بنزله هونيك وبعد الزلزال اخذ البودكاست بريك كان المفروض مدتها شهرين 4 و5 ونرجع في شهر 6 لما ولادي خلصوا امتحانات ويبدأ صيف 2023 لكن للأسف بشهر 5 حصل لي مشكلة كتير كبيرة بشغلي وبعدها ظروف صحية عائلية قضيت 40 يوم بين المستشفيات والعناية المركزة والاشعة والتحليل ومواعيد الدكاترة كمرافق لفرد مريد من عيلتي وهذا تطلب مني كتير تضحيات مو بس بشغلي وحياتي انا لكن كمان ولادي دفعوا التمن وهذا اكتر شي كان مؤلم بالنسبة لي انه الصيف طبعهم يضيع بها الشكل بعد ما درسوا وبذلوا مجهود خلال العام الدراسي وتفوقوا بمدارسهم واستحقوا صيف ممتع ومبهج لقيت حالي ما اني قادر اقدم لهم اي شي لاني غايبة عن بيتي بسبب الظروف الصعبة لما تدريجيا بدأت ارجع لشغلي بالواقع الجديد ودخلت مرحلة التأقلم مع المستجدات وكيف لاقي طريقة اشتغل على ضوء الوضع الحالي لقيت ان ولادي كأنهم بهالكام شهر كبروا سنة بحالة ودخلوا سن المراهقة بكثافة وبالسرعة القصوى وبدأت شوف كل الظواهر تبع المراهقين بهذا العصر ابني عمره 14 سنة وبنتي عمره 12 سنة وصارت اسئلتون اسلوب حياتون طريقة تفكيرون وزلوكياتون اخدين منحة مخيف وخطير ومحتاج مني اعطيهم الاولوية المطلقة بوقتي وطاقتي واهتمامي وكمان بشغلي لهيك قررت ان حلقات بودكاست ريهامية بهالفترة هي تكون عن اكتر شي حاليا عم اقرأ عنه واتعمق فيه وهو الصحة النفسية للمراهقين اكيد في كتير كورسات انا دارست من ايام الجامعة متعلقة بالصحة النفسية متعلقة بالdevelopmental psychology وعمر الادوليسنس والتينز والتوينز وكمان لما عملت ماجستير بعلم النفس وكمان الدبلوما من امريكا دبلوما تخصصية عن الحزن والفقد يلي خولتني يكون معالج معتمد certified grief therapist كل هدول الكورسات والشهادات كان فيهم دراسات مهمة جدا عن الصحة النفسية وعن سن المراهقة لكن بتصدقوا انه ما نو كفاية لانه في كذا كتاب صدروا خلال الشهور الماضي كنت انا محتاجة اقراهن وترجوهن واتعمق فيهن لانهن كاتبين احدث الدراسات عن الصحة النفسية للمراهقين لهيك اخترت هذا الموضوع شارككم فيه لكل الاهل يلي ولادهم هلأ بعمر ولادي وصلوا لمرحلة المراهقة او للاهل يلي ولادهم في خضم مرحلة المراهقة بعمر 16 17 18 او لو ولادكن اصغر بمرحلة 8 الى 10 سنة مرحلة ما قبل المراهقة وما حدا يزعل مني بعصر نهاد هاي الحلقات رح تكون خطيرة ومهمة حتى للاهل يلي ولادهم اصغر من 8 سنين لهيك احرصوا انه تابعوا بودكاست ريهاميات الجمعة الثاني والرابع من الشهر لانه هذا الموضوع تحديدا كتير بيهمكن وشاركوا الحلقات مع كل الاصدقاء والمعارف حتى نرفع الوعي بخصوص الصحة النفسية للمراهقين بسنة 2023 رح نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا سوا التربية الرقمية هو موضوع خطير جدا لكل العباء والامهات وكل الاخصائيين النفسيين والتربويين وكل الكوتشز والاهل المسؤولين عن تنشئة جيل من الاطفال والمراهقين في عصر التكنولوجيا الرقمية وسط مخاطر واضرار للاستخدام المفرط للسوشال ميديا وكمان إدمانات رقمية مثل إدمان الجيمينغ ومواقع التواصل الاجتماعي لهيك كمتخصصة في الصحة الرقمية بقدم لكم كورس التربية الرقمية وهو الدورة التدريبية الأولى من نوعها في العالم العربي مبنية على كتابي ديجيتال ديتوكس الصادر في معرض القاهرة الدولي للكتاب في كانون الثاني يناير 2023 كتاب ديجيتال ديتوكس وكورس التربية الرقمية ثمرت خمس سنين من الدراسات والمحاضرات وبرش العمل داخل مصر وخارجها الاشتراك في الكورس متاح حاليا لا تفوتوا الفرصة أن تتابعوا 28 فيديو مع أوراق عمل ونصائح وتوصيات كلها متاحة في كورس التربية الرقمية بتلاقوا اللينك مع نوتسها لحلقة وكمان موجود اللينك على انستغرام على حساب اسمه The Digital Parent Mina نحو حياة رقمية أفضل للعائلة العربية ورجعنا بعض الفاصل حتى نبتدي سلسلة الحلقات عن الصحة النفسية للمراهقين خلونا نبدأ أول شي بتعريف الصحة النفسية أو بالأحرى تصحيح مفهوم خاطئ عن الصحة النفسية يمكن موجود في أزهان كتار مننا أن الصحة النفسية تعني السعادة والشعور الدائم بالفرح والراحة والبهجة والاستمتاع بالحياة مثل بوستات السوشال ميديا وصور الإنستغرام والستريكس على سناب تشات ورقصات التكتوك لا الصحة النفسية لا تعني السعادة الدائمة لأنه هاي كذبة وهذا مفهوم غلط آني الأوان أنه نصححه لأنه لو مشينا وراه رح نتعب كتير بمجموعة هالحلاءات من بودكاست ريهميات رح نتعرف على المعنى الحقيقي لصحة النفسية من خلال تناولنا لسن المراهقة تحديدا وهي أكثر مرحلة حاليا فيما يتعلق بالإضطرابات النفسية والأمراض مثل الاكتئاب وحالات الانتحار وكل اللي عم نشوفه حوالينا سواء المسبب هو خصائص السن نفسه سن المراهقة لأنه هو بحد ذاته تحدي كبير للصحة النفسية أو سواء كانت مسببات هالإضطرابات النفسية جاية من استهلاك السوشال ميديا ومن إدمان الجيميغ وهون بدي أذكركم بمتابعة حساب إنستغرام The Digital Parent Mina وقناة اليوتيوب ريهام جرجور وبتلاقوا اللينكس موجودة في نوتس هالحلقة لأني عاملة سلسلة كاملة من الفيديوهات عن أول تقرير صدر من أعلى سلطة متخصصة بأمريكا بيحذر من أخطار السوشال ميديا وتحديدا للمراهقين وللصحة النفسية للمراهقين بتلاقوا الفيديوهات التفصيلية مع الشرح على يوتيوب وبستخرج منه نريلز أصيرة على إنستغرام The Digital Parent Mina نحو حياة رقمية أفضل للعائلة العربية بالنسبة إلي أنا وفي كتير من زملائي الأخصائيين النفسيين بيتفقوا معي بتعريف الصحة النفسية معنى الصحة النفسية أو تعريف المنتل هيلث ليس الشعور بالسعادة والفرح والاسترخاء والهدوء هدول مشاعر لطيفة ومحببة وكلنا من ريدة ومنستمتع فيها طبعا لما منكون حاسين هيك لكن بالنسبة إلي أنا كمتخصصة نفسية وتربوية هذه ليست المؤشرات يلي على أساسها بعمل تقييمي أو تشخيصي لماذا تمتع الفرد بالصحة النفسية يعني ما باعتمد على هاي المشاعر في عملية لكن بالنسبة إلي الصحة النفسية بفكر فيها من منظورين المنظور الأول للصحة النفسية هو إنه الفرد يكون عنده مشاعر على اتصاق مع السياق المحيط قمنا مقالصة بس ما تقلقوش راح عيدة وبسطلكن ياه وكمان راح أعطيكن أمثلة عملية وتوضيحية الصحة النفسية تعني القدرة على اختبار مشاعر متصقة مع السياق حتى لو كانت مشاعر غير مريحة ومشاعر غير مرغوب بها انتبهوا كتير منيح أني ما صنفت المشاعر سلبية وإيجابية لأنه المشاعر هي مشاعر ما فيها صح وغلط كل المشاعر مقبولة وكل المشاعر يجب أن نشعر بها إلى الملء السلوك هو يلي فيه صح وغلط يعني لو عندي مشاعر غضب فهذا شيء طبيعي لكن لو أنا ضربت ابني لأني غضبوني فهذا غلط لهيك المشاعر ما بصنفها أنا إيجابية وسلبية لكن طبعا فيه مشاعر محببة ومشاعر غير مرغوب فيها فيه مشاعر بلازنت ولزيزة وفيه مشاعر أنبلازنت مزعجة صعبة قاسية لهيك ما بحب صنف المشاعر سلبي وإيجابي بصنفها محببة أو غير مرغوب بها من هذا المنطلق وهذا المفهوم للمشاعر فينا نفهم أن الصحة النفسية للمراهقين تعني قدرة المراهق على اختبار والإحساس بمشاعر هي متناسبة مع ما يمر به ومع العالم المحيط فيه سواء أشخاص أو أحداث أو مجريات حتى وإن كانت هالمشاعر غير محببة وغير مرغوب بها ينفع كده يا دكتورة أن المراهق يبقى حزين وده معناه أنه يتمتع بالصحة النفسية أيوا هات بالضبط يلي عم قوله ولكن مع النظر للصياق يعني ناخد بعين الاعتبار سبب حزن المراهق مثل ما راح تشوفه بالأنفلة الجاي فالمنظور الأول للصحة النفسية للمراهقين هي أن تتمتع المراهقة وبيدي أشرح لكم أني راح كون عم بدل ما بين مذكر ومؤنف على طول الحلقات فتعودوا على الصياغة أني راح أحكي بالتنابب وبالتساوي عن المراهق وعن المراهقة على حد سواء فالمنظور الأول للصحة النفسية عند المراهقة هي مدى قدرتها على اختبار مشاعر تتصق مع السياق أما المنظور الثاني للصحة النفسية للمراهقين فهو القدرة على إدارة المشاعر بشكل جيد وهدول المنظورين بنفس مستوى الأهمية والخطورة مع بعض يعني اختبار مشاعر متصقة مع السياق وإدارة المشاعر بشكل جيد يلي هو بيعني موضوع إدارة المشاعر مرتبط جدا بمصطلح يمكن كتار من حضراتكم سمعتوه اسمه التنظيم الانفعالي وأكيد راح نكون عم نحكي أكتر عن موضوع التنظيم الانفعالي بكل المراحل العمرية ابتداء من الأشهر الأولى وبعدين سنوات ما قبل الحضانة يلي هني toddler years وكمان بتتسمى terrible twos يلي فيها نوبات الغضب بعمر السنتين لما ابني يمسح بلاط المول ويتمرغ بالأرض ولما بنتي تفقع سارينة عياط وبوكة وصريخ مستمر نص ساعة بلا كلل ولا ملال هذا كله بدايات تعليم التنظيم الانفعالي لأولادنا وصولا إلى مرحلة المراهقة لما بتتعقد الأمور أكتر في الصحة النفسية للمراهقين وبيكونوا في أمس الحاجة إلى مهارات إدارة المشاعر إلنا أن الصحة النفسية للمراهقين تعني القدرة على اختبار مشاعر على اتصاق مع السياق والقدرة على إدارة المشاعر بشكل جيد تعهوا هلأ ناخد مثال عملي لو بنتي مراهقة وعندها best friend بالمدرسة وبيخرجوا مع بعض بيذكروا مع بعض ورفيئتها بتجي لعنها على البيت وبنتي بتزور رفيئتها بالبيت وصداقتهم حلوة ورائعة وصداقة قوية فجأة نعرفنا أن العيلي مهاجرين على أمريكا رجعت بنتي من المدرسة عم تقلي يا ماما فريدة وعيلتها مهاجرين أمريكا في الصيف وخلاص مش هشوفها تاني غير لما بقى يبقوا يزوروا مصر في الأجازات أو الصيف الجاي يلي أنا بتوقعه يلي الطبيعي أنه يحصل هو أنه بنتي تشعر بالحزن وتزعل كتير لخبر أنه رفيئة مهاجرة وهذا الحزن ليس مؤشر على أنه حصل خلل في الصحة النفسية لبنتي بالعكس هذا مؤشر أنه بنتي تتمتع بالصحة النفسية لأنه شعور الحزن هي عم تختبره ضمن السياق والقرينة المناسبة للحدث صديقتها مهاجرة فطبيعي أنه تحس بمشاعر حزن وزعل هلأ لو لقيت بنتي ما زعلت ولا فرق معه ولا عنده أي مشاعر حزن فهذا أمر يثير الشكوك والاستغراب لأنه غير طبيعي وغير منطقي هون منبتدين خاف كأهل وكأخصائيين نفسيين أنه صار حدث ما وكان المراهق غير قادر على اختبار مشاعر متناسبة مع الحدث أمر تاني لازم نرأبه هو يعني بعد ما بنتي عرفت خبر أنه فريدة مهاجرة أنا بستخدم كتير اسم فريدة ومهة للبنات وكريم وآدم للصبيان هاي أسماء عامي يعني لا تنطبق على الواقع حتى لو تصادف وجود تشابه بالأسماء فلما بنتي عرفت أنه فريدة مهاجرة بالتالي حست بحزن شديد وزعل فالسلوك القادم هو يلي من رأبه كأخصائيين نفسيين وهو يلي عم أنصحكم كأهل أنه ترأبوه بهالحالة لو لقيت بنتي عم تبكي فهذا أمر طبيعي وصحي جدا لأنه البكاء فيه تنفيس وبساعد على تهدئة الجهاز العصبي وكمراهقة بنتي غالبا هتحط السماعات على ودنها وتأفي الباب وضطها وتسمع أغاني حزينة أو تسمع أغاني عموما وتقول سيبوني في حالي محدش يفتح باب القوضة إلى آخره إلى آخره وبعدين ممكن تطلع من القوضة تقلي أنه هي مخنوقة وبدأ نطلع شي مشوار نتمشى شوي أو بدأ تحكي معي وبعدين تاني يوم يمكن لقية بلشت تخطط أيما ترح تشوف فريدة ويتقابلوا ويعملوا مشاريع ومخططات خروجات ولقاءات حتى يوضعوا بعض ويشبعوا من بعض قبل موعد السفر هذا السيناريو هو حرفيا سيناريو الصحة النفسية للمراهقين مشاعر متصقة مع السياق والقرينة ثم تعامل جيد مع المشاعر بحسب المعطيات المتاحة أيما تب يحصل استنفار بالنسبة إلينا كأخصائي النفسيين وإيمة أنا عم بنصحكم أن المفروض أنتوا كأهل تبتدوا تخافوا فهذا الخوف لازم يصير لو لقينا مجريات الأحداث أخذت منحة تاني تماما لو بنتي قررت أنه هي حزينة لدرجة رح توقف أكل تماما أو أنه رح تخضر الحزن تبعها بشراها في الأكل binge eating أو سيناريو تاني أنه بنتي تقرر أنه بما أنه أنا حزينة وبائسة يبقى رح سود عيشة كل الناس اللي حوالي وأولون ماما وبابا وإخواتي كلهم لازم يكرهوا عيشتهم ويحسوا بالتعاسي والبؤس تبعي غصبا عنهم وأنا يلي رح أقرفون بعيشتهم أنه زعلاني يبقى كل الناس لازم تزعل أو سيناريو ثالث أنه بنتي تقرر تحارب نفسها سواء بتوجيه الأذى لنفسها أو بالإهمال تبطل تاخد شاور تبطل تنام أو أنه تعمل سلوكيات عنيفة فيها إيذاء لنفسها وكمان إيذاء للي حواليها وبالنسبة للصبيون ممكن تلاقي ابني قرر يشرب سيجارة ولا قرر يخرج مع رفقاته ويعملوا سلوكيات متهورة وعندهم أكتر حرية وإنديبندنس لهيك لو ابني كان عنده أسباب للزعل ممكن لقيه عم يعبر عن زعله بسلوكيات تخريبية مع أقرانه هون الألارم لازم يشتغل أنه فيه شي غلط هذا المنظور عن الصحة النفسية للمراهقين يمكن يكون جديد لكتار منكن أنه أحياناً الحزن بيكون هو المؤشر عن وجود صحة نفسية جيدة فهمانين علي؟ يعني لو ابني ما نفاتح كتابه وبكرة عنده امتحان فالمؤشر للصحة النفسية أني لاقي ابني الآن ومرعوب طبعاً لازم يقلق ويرتعب لأنه مش مذاكر وهذا الألاء هو مؤشر على صحة نفسية جيدة لأنه البديل هو البلاها واللا مبالات وتبلد المشاعر عندي امتحان بكرة وما فتحتش الكتاب سوت ما يولع الامتحان واصقط في المدة المهم أني مبسوط وفرحان ومزقطت وريلاكست وطنش تعيش والحياة حلوة هل برأيكم هون الفرح والسعادة والاسترخاء هدول معناهم أنه ابني صحته النفسية كويسة؟ لا طبعاً لا لو كان الآن فهو وقته بيكون عنده صحة نفسية جيدة لأنه قادر يعمل ردود أفعال مناسبة للموقف ومشاعر ملائمة للي صاير حواليه بتمنى أكون وضح التعريف الصحة النفسية للمراهقين كمقدمة وأرضية وأساس نبني عليه كل اللي رح نتعلمه بالحلقات الجاي ولا تنسوا تشاركوا الحلقة مع كل العيلة والأصدقاء واستنوا موعدنا صباح الجماعة الثاني والرابع من كل شهر مع حلقة جديدة من بودكاست ريهاميات بس هيك لو عجبتكن الحلقة لا تنسوا تشاركوها على السوشال ميديا حتى ناس أكتر تستفيد تقدروا تتواصلوا معي عبر الموقع الإلكتروني لبودكاست ريهاميات www.rihamiatrihamiat.com أو تبعتوا لي e-mail على rihamiat at gmail.com أو ميسج واتساب على الرقم 02012 79 709 719 وعلى فيسبوك دائما تابعوا صفحة وهاشتاغ ريهاميات سلامات